موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا هلو سهلو أصعد الله وقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو السيارة اللي حنجربها اليوم ونعطيكم تفاصيلها وإيش لها وإيش عليها هي هونداي كريتا موديل 2023 الجديدة وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة إضافية ما غطناها في تجربة اليوم أدخلوا موقع سعودي أوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة الهونداي كريتا وإن شاء الله حنلبي طلباتكم والحين تعالوا معايا نشوف ونجرب سوى الهونداي الكريتا الجديدة أبعطيكم نبذة مبسطة عن السيارة كريتا هي سيارة كروس أوبر تصنعها شركة هونداي من عام 2014 للأسواق النامية تصنع السيارة كريتا في الصين والهند وروسيا والبرازيل وإندونيسيا وكمان فيه مصنع تجميع في الجزائر ظهر الجيل الأول منها في الصين عام 2014 تحت اسم ix25 وفي عام 2015 غيروا اسم السيارة إلى كريتا والجيل الثاني فيها دشنوا في عام 2019 والحين لعام 2023 عملوا تحديثات منتصف العمر اللي هي شدوج فيسلفت وحنتكلم عنها وعن الفروقات بين الفئات كلها كريتا تعتبر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا في روسيا من عام 2017 وكمان الأعلى مبيعا في الهند من عام 2020 وتالت طراز هنداي الأكثر مبيعا على مستوى العالم من عام 2019 والحين دشنوا الجيل الثاني في أسواقنا في المملكة العربية السعودية كموديل لـ 2023 وتنافذ سيارات مثل هذا الجولين وشنجين سي أس 35 بلس وجي إي سي جي أس 3 ونيسان كيكس وفورد إيكو سبورت تتوفر الهنداي كريتا موديل 2023 في أسواقنا بعدة طرازات والسبب الجوهري هو عشان يتوفقوا وياخدوا أكبر شريحة ممكنة تناسب ميزانيات أغلب المشتريين في هذه الفئة خلينا نبدأ بأول طراز وهي كريتا سمارت 1.5 لتر وسعرها 85.445 ريال ما يعادل 22.785 دولار والفئة الثانية هي كومفرت لونين وسعرها 94.645 ريال ما يعادل 25.238 دولار والفئة الثالثة واللي هي جي إيل تيجب 3 طرازات واللي هي جي إيل سمارت 2 والدرايف سعر 1.5 لتر وسعرها 94.789 ريال ما يعادل 25.277 دولار والثانية جي إيل سمارت بلوس وسعرها 103.644 ريال ما يعادل 27.638 دولار والثالثة جي إيل سمارت بلوس لونين وسعرها 104.909 ريال ما يعادل 27.975 دولار والطراز الثاني اللي هو جراند كريتا يجي فيها 3 فئات وهي جراند كريتا جي إيل سمارت بلوس لترين وسعرها 118.163 ريال ما يعادل 31.510 دولار و جراند كريتا جي إيل سمارت بلوس لونين لترين وسعرها 119.025 ريال ما يعادل 31.740 دولار والفئة الأعلى ألفل وهي جراند كريتا جي إيل سمارت بلوس لونين لترين وسعرها 124.775 ريال ما يعادل 33.273 دولار هذه الأسعار تشمل قيمة الضريب المضافة وما تشمل رسوم التسجيل واللوحات والتأمين والضمان المتوفر من الوكلة الثلاثة في المملكة شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هنداي وشركة الوعلان للسيارات هنداي وشركة المجدوع للسيارات هنداي هو خمسة سنوات أو مية ألف كيلو متر أيهما يأتي أولاً وعملنا مقارنة ما بين أسعار الهنداي كريتا ومنافسيها والضمان المتوفر من كل وكيل ستظهر أمامكم على الشاشة أبعاد الهنداي كريتا الجديدة ما تغيرت مثلها مثل أبعاد الموديل السابق خلي بالكم أن التغييرات لموديل 2023 أنا أعتبرها تجميلية من الخارج وداخل المقصورة الطول 430 سنتيمتر والعرض 179 سنتيمتر والارتفاع 163.5 سنتيمتر وطول قاعدة العجلات 261 سنتيمتر وارتفاعها وخلوصها عن الأرض 19 سنتيمتر أبرز التغييرات الخارجية في السيارة هنداي كريتا موديل 2023 الجديدة أعطى السيارة شكل خارجي صارت مثل أختها الكبيرة التوسان وتركزت التغييرات على الواجهة الأمامية نشوف شبكة تهوية الأمامي صار أكبر مطلب الكروم الأسود الأضواء الأمامية LED وأضواء نهارية أمامية LED كمان نشوفها مدمجة ومخفية مثل الموجودة في التوسان وسانتا كروز لكن في الطراز الستاندرد الأضواء الأمامية تجي هالوجين بتحكم تلقائي وأضواء نهارية LED الصدام الأمامي إن عاد تصميمه بالكامل وأسفله اللي هي فتحة تهوية عريضة والواجهة الأمامية نشوفها مطعمة باللون الفضي ومن جانب الهنداي كريتا تصميمها زي تصميم الموديل السابق التغييرات صارت في مقاس الجنود كل الطرازات تجي بجنود مقاس 17 بوصة ومقاس الإطارات الطرازين 215 على 60 R17 لكن الطراز الفل تجي بجنود مقاس 18 بوصة خلي بالك إنه المراية الجانبية تجي بتحكم كهربائي وتنطوي آليا وعليها مؤشرة لنعطاف تجي الميزة هادي في كل الطرازات والفئات والسقف يجي بلونين يجي في بعض الطرازات مش كل الطرازات عوارض جانبية تيجي في كل الطرازات الواجهة الخلفية التغييرات بسيطة على الأضواء الخلفية اللي تيجي LED في كل الطرازات مع عدد طراز الستاندرد ونشوف جناع خلفي عليها أضواء المكابح LED في كل الطرازات وحساسات خلفية لكن باختصار الفروقات الخارجية بين الطرازين الستاندرد والفل هي الأضواء الخلفية LED وفتحة السقف فانورامية والسقف يجي بلون تاني مساحة صندوق الأمتعة 433 لتر وفينا نطوي ظهر مقاعد الخلفية وتنطوي 60-40 وتعطينا مساحة أكثر للتخزين وعملنا مقارنة ما بين هنداي كريتا ومنافسيها من ناحية ساعة صندوق الأمتعة حتظهر أمامكم على الشاشة الأشياء اللي تيجي في صندوق الأمتعة نشوف أنه على اليسار هنا موجود اللي هو منفذ كهرباء 12 فولت وكمان فيه إضاءة موجودة هنا لتحميل وتفريغ الأغراض في الليل وعلى جوانب خلي نقول السيارة أو صندوق الأمتعة فيه أحواض اثنين لوضع الأغراض وتثبيت أغراض وقت التحميل وكمان نشوف فيه حقيبتين أو شنطتين جاية من شركة محمد يوسف ناغل السيارات هنداي ونشوف فيها اللي هو طفاية حريق وشنطة اللي هي سعفات أولية ويجهاز لقياس ضغط الهوى في الإطارات وطبعا موجود اللي هو مثلة الطوارئ وهذه الشنطة حقيقة مهمة جدا اللي هي جهاز ضخ هوى في الإطارات ولما نرفع السطح اللي هو صندوق الأمتعة زي كده نشوف اللي هو الإطار سبير الكامل موجود هنا وعدها لتغيير الإطار السبير هذي كل الأشياء اللي موجودة في صندوق الأمتعة تجي الهنداي كريبتا الجديدة موديل 2023 لأسواقنا بمحركين الأول هو نفس المحرك السابق أربع سلندر ساعة 1.5 لتر MPI بيعطي قوة 115 حصان عند 6300 دورة في الدقيقة وعزم دوران 144 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة اقتصاد في استهلاك الوقود هو 18.1 كيلو متر لكل لتر واحد وتسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 12.1 ثانية والسرعة القصوى للسيارة 190 كيلو متر في الساعة وصل السيارة 1296 كيلو جرام والساعة خزان الوقود هو 55 لتر ونوعية الوقود المستخدم هو 91 ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متواصل متعدد السرعات اللي هو CVT ونوع الدفع أمامي والمحرك الثاني اللي يجي في الهونداي كريتا المتوفرة في أسواقنا وأربع سلندر ساعة لترين MPI بنظام حق متعدد النقاط بيعطي قوة 159 حصان وعزم دوران 191 نيوتن متر نوع الدفع أمامي واقتصاد في استهلاك البقود و 15.7 من 10 كيلو متر لكل لتر واحد ونوعية البنزين 91 مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وعملنا مقارنة ما بين محرك الكريتا ومنافسها ستظهر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية لازال تصميمها تقليدي الخامات المستخدمة نوعيتها جيدة يأتي فيها شاشة للوحة العدادات وضوحها عالي مقاس 10.25% بوصة في الطراز الفل وفي الطراز الستاندرد تأتي مقاس 3.5% بوصة ونظام التكييف إلكتروني ومقاعد جلد في الطراز الفل فقط لكن شاشة المعلومات والترفيه مع راديو تأتي مقاس 8 بوصات تعمل باللمس تأتي في كل الطرازات لكن الطراز الفل تأتي متوافقة مع أبل كار بلاي وبلوتوث مع زر التعرف على الصوت وكاميرا خلفية مع خطوط توضيحية ديناميكية ومثبت السرعة وزر تشغيل المحرك زائد دخول ذكي وحساسات أمامية وخلفية وعجلة القيادة بتحكم كهربائي وتغير وضعيته للأعلى وللأسفل يدويا ومبدلات سرعة خلف عجلة القيادة وتحكم بوضعيات القيادة والتحكم بالنظام الصوتي من خلال عجلة القيادة وشاحن لاسلكي ومنافذ USB وإضاءة أمامية بتحكم تلقائي وفرامل توقف إلكتروني طبعا فتحة السكف بانورامية ونظام صوتي من طراز بوز وإضاءة داخلية محيطية ومقاعد جلد والمقاعد الأمامية تجي بتهوية ومقاعد السائق يجي بتحكم كهربائي كل هذه المزايا والمواصفات تجي في الطراز الفل فقط لكن الطراز الستندرد يجي فيها منفذ USB وبلوتوث وكاميرا خلفية وتحكم بالنظام الصوتي من خلال عجلة القيادة وفرامل توقف إلكتروني وفتحات تكييف خلفية وزر التشغيل ويقاف المحرك مع دخول ذكي وشاحن لاسلك الهواتف الذكية ونشوف أسفل نظام التكييف ووفره منفذين USB زي ما تشعبين واحد بالشحن واحد USB عادي وفي الوسط هنا منفذ شاحن 12 فولت 180 واط وهنا شاحن لاسلك الجوالات الذكية وننزل هنا نشوف قرص دوار لتغيير وضعيات القيادة اللي هي زي ما قلنا واتتلمنا عنها اللي هي الإيكو اللي هي الوضعية الاقتصادية ونورمل اللي هي الوضعية العادية بعدين عندك الوضعية اللي هي سبور الرياضية ووضعية اللي هي سمور الذكية وأسفل منه نشوف اللي هو الزر للمكابح الإلكترونية وخلفه على طول نشوف اللي هو الزر اللي هو الأوتو هولد وعلى مينة هنا نشوف اللي حاملة أكواب اثنين ونشوف ووفره مسند للذراع في الأمام اللي هو التكاية وأسفلها مكان للتخزين عميق الحين تعالوا معايا نروح للمقاعد الخلفية ونشوف راح تركوب فيها كيف الجلسة في المقاعد الخلفية لا بأس بها مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل ووفره فتحات تهوية اثنين موجودة هنا براحة ركاب المقاعد الخلفية في كل الطرازات وهادي ميزات جيدة جدا في فئة السيارات السبقومباكت الصغيرة وكمانا ووفره منفذ يو اس بي لشحن الجوالات في كل الطرازات وكمانا مكان لوضع الجوالات في حالة اللي هو شحن الجوال وكمانا نشوف نموفره اللي هو جيوب للتخزين خلف ظهر المقاعد الأمامية وكمانا نشوف نموفره تكاية أو مسنب دي الذراع موجودة هنا في الوسط وعليها حاملة أكواب اثنين أنظمة السلامة والأمان اللي تيجي في الهونداي كريتا الجديدة منذ 2023 أبدأ بالطراز الفل يجي فيها وسائد هوائية للساق والراكب الأمامي وسائد هوائية جانبية أمامية زائدة ستائرية وفرامل مانع للانغلاق وتوزيع قوة الفرامل ونظام التحكم بالثبات ونظام مساعدة الفرامل ونظام التحكم في الالتصاق الناشئ من التسارع ونظام قياس ضغط الهوى في الإطارات لكن إطراز الستاندرد يجي فيها فرامل مانع للانغلاق ونظام التحكم في ثبات السيارة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وكمان يجي فيها مبدل سرعات خلف عجلة القيادة فقط ألوان السيارة هونداي كريتا الجديدة تيجي بلون خارجي فضي معدني ومن الداخل اللون الكونيات ودى اللون نقدر نقول أنه مزيج من اللون الأحمر مدمج في اللون البني والفضي وأبيض لولي ومن الداخل كونياك أو رمادي وأحمد لولي ومن الداخل أسود أو رمادي وأزرق ومن الداخل رمادي وأسود ومن الداخل رمادي وكمان تيجي بلون تايتان رمادي معدني ومن الداخل رمادي وفضي معدني ومن الداخل رمادي وفضي معدني لميء ومن الداخل رمادي كمان والآن أتكلم عن ما لها وما عليها للسيارة الهنداي الكريتا الجديدة أنا شايف أن الهنداي الكريتا الجديد من ديلة 2023 صارت سيارة من عائلة هنداي من ناحية الشكل الخارجي وصار فيها طرازات وفئات كثيرة حتى تلائم معظم المشتريين ومتطلباتهم كمان فئات الطراز الفل مليانة بالمواصفات والمزايا المقصورة الداخلية واسعة ومن الأشياء المهمة اللي تحطها فوق المنافسين أنه عندها قيمة سوقية قوية ما معناه الكلام هذا؟ معناه أنه بعد ما تشتريها إذا تبغى تبيعها تلاقي سعرها محافظة على نفسه مقارنة مع المنافسين وما عندهم قوة الماركة هنداي ومن الأشياء المهمة اللي عجبتني في الكريتا الجديدة أنه كل فئاتها وطرازاتها بالمحركين المختلفين اللي هو سعة 1.5 لتر وليترين سأسوا أعطتهم تقدير ممتاز بلس من ناحية اقتصادهم في استهلاك الوقود لكن الأشياء اللي لحظت عليها لا زال داخل المقصورة تلاقي بلاستيك الصلب ومساحة الرأس في النقاعد الخلفية للناس الطوال أو طوال القامة أحس أنها ضيقة شوية ومصفات ومزايا السلامة في الطراز الستاندرد حاسس أنه ممكن تزيد وتكون أفضل وفيه ضعف في عزل الصوت الخارجي عند السرعات العالية عزاني متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو أرجو أن تكونوا قد استفدتم من تجربة الهنداي كريتا الجديدة موديل 2-23 وإذا حابين تشتروا أو تجربوا أو أي معلومة مغطنة في تجربة اليوم أدخلوا موقع سعودي أوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة وإن شاء الله حنلبي طلباتكم ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسالة النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات الحوادث حد جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة